سلام غالياتي بشراكم واش حوالكم ان شاء الله تكونوا بخير مرحبا بكم في الفيديو جديد نقول لكم مرحبا بكم ان شاء الله هلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال اليوم جبت لكم وصفة من يدي نقطي ان شاء الله تعجبكم الوصفة هذي قلت مراتي هاش معاكم هايلا هايلا جربوها اللبنات لضيافكم القهوة العشوى كيما تشوفوا البداية تحها بدتها بسكوتة عاد يعني المقادير هو ثلاثة بيضات عشرة مغارف سكر عشرة مغارف فارينة عشرة مغارف حليب وبالطبع خميرة وفاني حطتهم يعني خلطتهم ليح مليح وحطتهم في البلا ودخلتهم للفور وتشوفوا النتيجة كيفاء خارجت اهنا نجو للطلية هذي والكريمة اللي راح تتحط من الفوق دارت زوز فناجل تعاس حليب دارت زوز مغارف سكر زوز مغارف شانتيه وزوز مغارف كاكا وحطتهم خلطتهم برد في برد وخلتهم حتى تخلطوا مليح يعني حتى تشوفوهم تخلطوا مليح اه ما صورت لكم شغل البسكوتا خطاكش من قبل راني دايرتها قدهن مرة يعني حاولت نصور لكم المراحل يعني جي في وصفات هايلا اه البسكوتا هذي تعشرة ملاعق كل اه درتها لكم قدهن مرة مبغيتش نطور لكم الفيديو على هذيك اقولت ما ما كان لها نصورها اللي حابة تشوف تروح للفيديوهات الاخرين راح تلقاها اهنا شوفو كيفا الخالط تعنا كيفا ثقال بدا يثقال كي يثقال نحوه على النار ونخلوه يبرد اه شوفو النتيجة تخلوه يبرد على جهة تخلوه يعني ما تحطوه شو هو سخون حتى يبرد خلاه شوفو تحرك فيه هذي اختي هي اللي خدماته اه شوفو البنات خلوه يختار خلاه حطوه على جهة اهنا نجو نرجعو البسكوته تعنا نشربوها كيما هيكا بكاس تحليب شوفو شربتها بكاس تحليب كامل كلوح كاس تحليب كامل باش تتشربو جيكم طريق وجيكم يعني هايلا هايلا راح تشوفوها البنات جربوها ومما تندموش اهنا بعد ما خلتها برد تخلاه جيت طلعت كرام شونتيي وزيت حطاتو حتى هو كيما تشوفو رايس خانة ياسر زيت حطاتو وفل المجمد وخلاتو يبرد مريح كرام شونتيي الكريمة تح كرام شونتيي طلعتها بكاس ماء في هلا غلاس وكاس تح كرام شونتيي يعني ما كانش حتى واحد لي ما يعرفش كيفاه يطلع كرام شونتيي ومبعد بعد ما بردت البسكوته تعنا جت اهنا اتغلفها كامل بالكرام شونتيي شوفو البنات ما عندهش هنا سباتي واللي تقلت لها استعملي غير الموس بركة وهو راح يعطيك نفس النتيجة هذي دارت هنا القهوة تعالعشوه شوفو البنات مشوا الكرام شونتيي تعكم اه على على يعني البسكوته كامل على البلا كامل مشوها عليها بعد ما تريقلها خلاه يعني وش راح نقول لكم البنات تجربوها وردولي الخبر خلولي في التعليقاتكم وانشالله راح تستفادوا منها الوصفة هذي ومعادش تستغنوا عليها لا لولادكم لا لضيافكم ما راح تجيكم هاي لهاينا اهنا بعد ما لحت كرام شونتيي يعني وريقلتها على السطح كامل سويتها على السطح كامل جات لهك الكريمة شوفو الكريمة ذيك اللي شفتوها بدت تعقد ليكم شوية اه صفوها فالصفاية باش متكش ما فيها تاك التولات ولا حاجة باش متتخلي لكم ش هناشوفوا بعد ما صفتها هاي حطتها في الكيس كيم هيك وتكون كلش بارد لازم يكون كلش بارد مكانش راح تتخلط لك الكريمة شونتيي معا الطبقة الفقانية تعشيكولها هذي يعني واحدة طعمة فيها هايلا يعني هذي راح نجربها ليا متل جاية انشالله راح نديلكم بها لترونش باتيسري وتشوفوها هايلا هايلا طعمتها هايلا خاصة بساطا كي زد لحد فيها الكريمة شونتيي اه جيت بواحد النكهة وش راح نقول وشوفو البنات كيفاه عططت واحد اللمعان من هيك الزوزم غارف تعزيت لي لحتهم راح تعطيكم واحدة اللمعة الفوق شوفو البنات يعني لرغم انها ما الايضاء قليلة عندها بس شوفو اللمعة لدارتها من الفوق اهنا شوفو البنات بعد ما تحطوها كامل زيدوا ودخلوها للفرجيدير وخلوها تبرد مدة حتى تحكم روحة ملية اهنا بعد ما تر tackle البنات شوفو هنا جايت رايت قصف فاها بالاد ديروها تحبو ديروها لي ترونش تحبو ديروها كرايات كما تحبو ديروها كاريات كما تحبو ديروها يعني علاف فضلت لي شوو شانتييو ديروها في الليبوشت وزينوا بها ولا تحبو ديرو وفوق منها لزفلي ولا كوكو فيلي كما بغيت انتو ما تحبوا دخلوها سامبل كما خلينها احنا يعني الذراري والله هي وش راح نقوليك مولاتي ولاتها يتخاطفوا عليها ما خلوش حتى يعني البلاكت شوفوا ربي يبارك كبير ما خلوش حتى زغبة فيه كلوها كامل شوفوا اللبنات هناك قصتها مدارتها مكاريات قلت لها دارينها مكاريات بش جيم يعني حتى كيتم ديلهم ثلاثة ولا ربعة كعبات يقبلوا بهم مش يدارهم طرنشية احنا شوفوا البنات بعد ما كملت زينتهم قبات شوكولات بارك من فوق شوفوا زينتهم زينتهم احنا علىين حطت القهوة شوفوا حتى ما تقدروش تهزوها يعني بيديكم الكعبة كاملة لازم كو ما تتكلش بالمغرف كيما هيكا متقدروش تكلها شوفوا النتيجة هاني نعتليكم زي ما هجات ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله هتجربوها وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله وانطلقا وان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد ولا في وصفة جديدة في امان الله ما تنسوش البنات من جام والتعليق خلوهولي وما تنسوش تبرتجوه السلام السلام موسيقى